حذر المواطنين من الأسبوعين المقبلين الخطر قادم قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان أن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين في المنحنة الوبائي لفيروس كورونا المستجد خاصة وأن مصر بتحتفل هذه الفترة بمجموعة من المناسبات الدينية كعيد القيامة المجيد وشم النسيم وعيد الفطر المبارك وكل هذه الاحتفالات في حال عدم اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا خلالها سيترتب عليها زيادة أعداد الإصابات بشكل أكبر بكتير من الفترة الحالية خذوا الهند عزة ويجب اتباع الإجراءات الاحترازية وتابع المصدر في تصريحات خاصة لجريدة الوطن إنه لابد من أخذ الهند والتحورات التي حدثت للفيروس فيها بعين الاعتبار خاصة وأنهم فتحوا البلاد وتخلوا عن الإجراءات الوقائية واحتفلوا بمناسبات دينية دون الأخذ بالاعتبار وجود فيروس كورونا مما نتج عنه زيادة إصابات وتحورات الفيروس بشكل أخطر من الفيروس الأصلي وأشار المصدر إلى أن الفيروس في الموجة الثالثة بيهاجم كافة أجهزة الجسم كما أنه فيروس بالحجم العائلي أي بيصيب عائلات بأكملها ويمكن لشخص واحد أن يصيب عائلة ووجدنا ذلك بالفعل في الحالات التي وردت للوزارة عدم الخروج أو الزهاب للشواطئ الفترة القادمة وأكد المصدر أن عدم خروج المواطنين خلال الفترة المقبلة أمر ضروري ولا بد من عدم إقامة أي مناسبات أو احتفالات أو الذهاب للحضائق أو الشواطئ للوقاية من الفيروس متابعاً دي مش مسئولية دولة بقدر ما هي مسئولية مواطن وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات على مستوى المحافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في مصر لحظة بلحظة وإطلاع المواطنين بمستجدات الفيروس بأول من مصادرها الرسمية وفي سياق متصل ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس مطمئنة للمواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاح كورونا وإنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم